قبل سنوات كثيرة كنا نحكي الطيب كان يعلمك مهنة والطيب الأهم من المهنة منه هي الأخلاق الطبيب الناجح عادة عنده أخلاق عالية ومثل عليا زائدا علم فقبل كنا نتعلم الأخلاق أصلا جزء مهم من مهنتك ونجاحك بالمهنة وما تفكر بالمادة بصراحة هذا الحديد أحكي لك من الستينات وسبعينات إلى منتصف الثمانينات كان الطبيب بس يحاول يخدم المريض وحتى إذا جاك للعيادة اللي تاخذ منه إجور بسيطة وإذا حتى كثير كانوا يجون ما عندهم نعفيهم من الإجور وعندنا فحوصات إذا يطلب أشعات تحاليل عمليات ما الذي اختلف الآن؟ حوله ثاني يوم للمستشفى اللي أنت تداوم بيها خاطر يعملها كلها مجانا لأن بس خليني أقول لك نقطة قبل كانت المستشفيات ما عندنا مستوياتها عالية ومتوفرة بيها جميع الخدمات وجميع الأجهزة والعمليات ما تتأخر ويقوموا لك بالواجب في الوقت المناسب بعد التسعينات لما صار الحصار وصارت المشاكل المصروف على وزارة الصحة والتأمين الصحي قل كثير بحيث يعني بدأت تنزل الخدمات بدأ مستواها ينزل من حيث يعني الأجهزة الطبية والأدوية وحتى الأطباء قاموا يعانون من ضائقة مالية وما كانوا مثل قبل يعني الأمور بدأت تصعاد وقيمة تعرف الدينار راحت فالأسعار لطباء قاموا يفكرون قضايا مالية أكثر من مصلحة المريض بس إحنا القدامى وأكترية لا يزالون الطيب أنه إنت لما تخدم مريض وتنقذ حياته من خطر أو تخليه يعيش من سبب يكن كان يموته هاي عدنا تسوى ما نفكر بالفلوس والله العظيم